معي في الستوديو بالمفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الدين هلال أهلا وسهلا أهلا بك أهلا وسهلا نتحدث الآن مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن رئيس الأمريكي أشار إلى ذلك بنفسه أيضا يعني العديد من الأطراف طرف القطري أيضا يشير إلى هذا لكن يبدو أن مماطلة إسرائيلية ما تعرقل التوصل إلى هكذا الاتفاق هلأ دهك تعليق حول هذه النقطة قبل أن نتحول إلى موضعات أخرى التقرير الأخيرة من إسرائيل تتكلم على خلاف داخل حكومة الحرب وتحديدا مساء الأمس كان فيه تقرير مطول فبتكلمه على أن فيه اتجاهين اتجاه جانس بيقول دي فرصة ونستاني يستفيد منها ونفرج عن عدد من الأطفال والنساء الطيار الآخر بيقول ده يبقى استسلام لحماس ومخالفة لكل ما وعد به رئيس الوزراء كان رئيس الوزراء بيقول لازم تفرج عن كل الناس قبل وقف القتال نعم نتنياهو لسه ما خدش بوه تردد ما خدش موقف ما بين الاتنين عليه ضغوط شعبية شديدة كان فيه مظاهرة كبيرة انتقلت على الأقدام من تل قبيب إلى القدس من أسر المحتجزين فيبدو أنه فيه تردد لم يحسم نتنياهو رئيس الوزراء وهو المخول بإزارة القرآن نعم طيب كنا نتحدث قبل قليل عن الوفد الوزاري العربي الإسلامي الذي سيتوجه وتوجه بالفعل بدأ جولة في عدة عواصم منها بكين ما مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الجولة دكتور تأثير معنوي تأثير أدبي تأثير تعبئة تأييد دولي من قوى عظمة للشعب الفلسطيني نلاحظ بدأ بالصين نعم والكلام إنه حروحها كده إلى روسيا أي بدأ بالدولتين اللي واخدين قرارات متفاهمة ومتعاطفة للقضية العربية والقضية الفلسطينية بعد كده بقى حيروح للدول اللي هي معلنة موقف مضادة بشكل أو بآخر الولايات المتحدة بريطانيا لدرجة أقل فرنسا ومن نهاردة قبلوا في يعني اللي راحل الوزراء الخارجية المصري والسعودي والأردني والفلسطيني والإنديونيسي والأمينة العام لمنظمة التعاون الإسلامي قبلوا نائب الرئيس الصيني قبلوا وزير الخارجية نعم كرروا فيه كله بتكلمه كرروا فيه المواقف العربية السبتة الهدنة تسهيل وصول المعونات الإنسانية والإنسانية إن دا يبقى بداية لأفخ سياسي وطرح لإعادة مصار جديد يؤدي في النهاية إلى الواحد يتوقف أمام تعبير استخدمه الوزير سامح شكري ووزير الخارجية المصري إنه قال إن إسرائيل حتى الآن تعرق الوصول المساعدات الإنسانية والإنسانية بأسلوب ممنهج مش أخطاء أفراد هي بتتعمد هذا الأمر الوزير الخارجية السعودية تكلم ووزير الخارجية الأدوني تكلم في نفس السياق هو المطالب العربية التقليلية نعم الصين كررت موقفها تدعو المجتمع الدولي كذا تقول إنه حنتحرك فيه كذا نعم حتى الآن لا يبدو إنه حيطلع شيء محدد نعم الدعوة إلى المتمر دولي أو الدعوة إلى كذا إنما باليقين هي عملية تحريك للقوة المؤيدة والمداعمة للقضية الفنسطينية طيب أنا لدي سؤالان في هذه النقطة دكتور علي هل هذه الجولة تأخرت يعني نحن في اليوم الخامس والاربعين من العدوان الإسرائيلي على غزة ربما نعم وربما تأخر اجتماع مجلس القمة العربي القمة العربي والإسلامي الأسباب حديدة يعني الدول العربية أخذت بالمفاجأة لابد من الاعتراف أن هناك تباينات في المواقف الدول العربية وإن كانت تتفق في المبدأ بتختلف الصياغات والتعبيرات المعبرة عن هذا كان لازم تصل إلى حد أدنى من الاتفاق ووصولنا إلى القمة لكن في النهاية القمة كررت ما قاله رئيس كل دولة عربية أو كل بلك عربي الحاجة الأساسية طيب يعني نحن نلاحظ أن الجولة بدأت بالصين ثم روسيا أبكين ثم موسكو بالنسبة للصين يعني هل يمكن أن نشهد دورا ناشطا للصين في المنطقة يعني الصين شاركت في قمتين القمة الخليجية والقمة العربية أيضا لعبت دورا في التقارب السعودي الإيراني وعودة العلاقات بينهما لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثرة في قضية فلسطين شوف أنا حادي مثال فلسطين ومثال أكران الصين لها مبدأ ثابت رقم واحد مصالح الاقتصادية والتجارية يعني هي لغاية مثل سنتين فاتوا لا تطرح نفسها كقوة سياسية تطرح نفسها أساسا كقوة اقتصادية صاعدة وحثيفة للتنافس مع أمريكا آخر سنتين بدأت تتخذ مواقف زي ما أنت أشرت سياسية الوساطة تعيين مندوب للسلام إنما السؤال الصعب أدي إيه الصين مستعدة للتدخل بقوة أعتقد سؤال لم نرى بعد إجابة حاسمة عنه من الجانب النهاردة التصفحات تصفحات إيجابية جدا وعلينا وإن الصين تاعد بالاتخاذ مواقف إلى آخره إنما حيبقى السؤال ماذا تفعل إنها حريصة جدا أيضا على مصالحها التجارية الضخمة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأولى